نور احنا متفائلين جدا واليوم بهالأجواء الجميلة في لواء ماحس هذا المكان الجميل منطقة البساتين وتحديدا عيون المي عيون أم غنوم هاي المنطقة اللي جدا كثير جميلة وبتوحي الى الراحة النفسية هاي المنطقة اللي بتم زراعتها بالصيفي وكذلك زراعتها بالأشجار منطقة ماحس تشتهر بزراعة الزيتون كذلك اللوزيات والرمان والتين هالبستين الجميلة هاي اكيد كل اعتمادها على عيون المي واليوم معنا العم أبو نبيل أحد المزارعين اللي بدوا يحدثنا عن عيون المي وحدثنا عن الزراعة صباح الخير عم أبو نبيل أهلاً ميت أهلاً وسهلاً بيكو بماحس لا أعطيك العافية انت من المرابطين ولا زل تزرع لهذا الوقت تحكينا عن الزراعة وتحكينا عن عيون المي المنطقة اللي احنا فيها هاي المية ميت مغنوم ميت مغنوم بتسقي معظم بستين ماحس اللي هي تحت ميت مغنوم وبستين ماحس الباقي بتشرم من ميت ماحس من ميت ماحس وهذه البستين هذي تنزرع بيام اللي بدوا يستغلها بزرع بالشتوية بزرع فول بزرع فجل بزرع سبهانخ بقدر يستغلها وبيام الصيف بنزرع بها فاصوليا إخيار بيتنجان فلفل طبعاً بيها أشجار العنب تين رمان خوخ موجود فيها بشكل طيب يا أم أبو نبيل أنت حكيت لي أنه دنم الأرض بكف بيت بدنا تحكي لنا شو يعني أنت يعني هالمحصول اللي بتجنوا من دنم الأرض نحكي للناس عشان يرجعوا على الأرض أنا عندي هذي أنا عندي ثلاث دنمات و 600 فتر هذه القطعة هاي دنم هاي اللي عندنا واقفين نحن بيها دنم بقدر أزرح بالشتوية فجل وسبانخ وفول ببيع منها وبوكل منها بتمضين بالشتوية بالصيفية بزرع بيها بيت نجان بزرع بيها فلفل بزرع بيها فاصولية بندورة بطلة تصير عنا والله هي مشهورة بزراعة البندورة بيقول بندورة أم غنوم لأنه جان علينا مصرع الإسمنت طيب أنا بدي تحكيلي عن عيون المي الآن وكيف بتلاقهم بهاي المنطقة من جميع أماكن الماحص وكيف بتلاقوا هنا وكيف بتسقوا منهن وبتدعم الزراعة هذا الموضوع هذول النبعات اللي بأم غنوم أربع نبعات طبعا كلهن ضمن نص جنم حوض نص جنم أو دلم اللي ربع تقريبا وبتجمع عن كلهن بنقطة معينة بنقطة معينة برأس البساتين وتتوزع أدوار على المزارعين يعني أنا إلي سبع ساعات ابن عمي بحد يقوله سبع ساعات اللي بعده ابن عمي الثاني له سبع ساعات دار عمي اللي تحت أقوله م 12 ساعة لأنه أرضهم أكبر أرضهم أكبر هل الدور حسب ساعة الأرض وكبرها؟ حسب الدور ما وساعة الأرض وبسكوا من هنال ثانيين بعد الثانيين من دار عبدالقادر الحمدان ودار ربيع الصالح الآن يعني أكيد المي هي عصب الزراعة وبدأت تحكي لي عن الزراعة كيف كانت زمان وشو بتحكي للمزارع اليوم اللي بدنا إياهم يرجعوا على أرضهم بعد جائحة كورونا كانت أول البساتين هذولا يعني موني للدار كلياتها وبشتروا أرض من ناتجها وهم كانوا يبيعوا على عمان وبيعوا على الصلط البعيد من السامين على ذواب يبيعوا وبعدين كان باليامة طلعوا عن الطركات يقولوا عنهن الطركات الطرك هذا بيطلعوا كوي ليلاتي نقلتين من ماحس نقلتين من ماحس الآن تركت الناس الزراعة وصارت تهتم بالوظيفة والمهم أنه يبيعوا ويشتري سيارة يعني أنا بدي بعد هالكلام اللي قاله العم أبو نبيل بدي أشكر العم أبو نبيل وبيدي أخذ ونحكي مع عضو اللامركزية لمحافظة البلقاء الأستاذ عبد المجيد العيسى العبادي ليحدثنا عن بعض الخدمات اللي تم تقديمها لأبناء المنطقة الله يعطيك العافية السلام عبد المجيد يا سيدي الله يصعد هذا الصباح ويوم مبارك في التلفزيون الأوردني والرحل في منطقة في ماحس وتحديدا في منطقة بساتين ماحس يعني أنا بدي تحكيني عن الخدمات اللي بتنقص هذه المنطقة واللي تم تقديمها من ضمن الحكومة ومن ضمن اللامركزية سيدي الكريم الواجب علينا توفير الخدمة اللازمة لأصحاب البساتين والعاملين فيها لأن هذه البساتين خصبة منطقة خصبة جدا لإنتاج ما يمكن أن يكفيهم ويدر دخل إضافي عليهم سيدي الكريم منطقة البساتين بحاجة لطرق زراعية الطرق الزراعية هاي بداية لابد من موافقة المواطنين أصحاب القطع الأراضي الزراعية لفتح هذه الطرق الطرق مرسومة الانتجاه الثاني لمنطقة عيون ماحس وينا بيع الميا قمنا بعمل مشروع اللي هو تجديد قنوات الري تجديد قنوات الري هاي دعمت بوصول أكبر قدر ممكن من المياه للمزارع عشان تدعم الزراعة يعني المشاريع المستقبلية إن شاء الله لهاي المنطقة كونها يعني حتى هي منطقة سياحية تعدوى زراعية بامتياز سيد الكريم حكيت لك وأسلفت أنه لابد من فتح الطرق الزراعية بهاي المناطق بمنطقة البساتين وإحنا للكونة تعثرنا بالسنوات الماضية سنة العشرين بالأكورونا كنا ناويين نفتح الطرق الزراعية لأنه بالتسعتاش فتحنا باقي الطرق اللي كان ممكن فتحها بالمناطق الزراعية بقناة الطريم وقناة الشبيرة وقناة بين السيلين هذول اللي يتغذن من عين ماحس الرئيسية الآن باقي علينا منطقة عين أم غنوم كقنوات ري ومنطقة الشمالية اللي بتوخذ بتثوي من عين ماحس يعني أنا بدي كلمي منك للمزارع وعودته إلى الأرض والعودته إلى الزراعة والمردود اللي بجناه كل دنم واحد للمزارع سيد الكريم المزارع يعني بنلاقي يعني الآن بنلاقوا معاناة بعدم الوصول لبساتينهم أو حمل نقل المنتج منها كانت الأول لبساتينها تنقل على الدواب الآن ما في ولا أي واحد يملك أي دابة إذن لابد من فتح الطرق الزراعية والمحافظة عليها لأننا بدنا لسان أخونا عبد المجيد العيسى بيحكي أنه يرجع المزارعين للمناطق الزراعية في منطقة ماحس وأنا الآن موجود بس مع صوت خرير المياه هذه المنطقة الجميلة جدا الجميلة بأهلها أكيد أهل ماحس والجميلة بالأجواء الرائعة جدا الماء والخضراء والحمد لله والاستقبال الحسن من العم أبو نبيل وكذلك من الأستاذ عبد المجيد العيسى أنا من هون من منطقة ماحس ببعث رسالي إلى جميع مزارعي المملكة التمسك بالأرض لأن الزراعة والقطاع الزراعي كما قال جلالة الملك هو الركيزة الأساسية التي نعتمد عليها في تنمية هذا الوطن والسير به قدما إن شاء الله هذا كل ما لدينا من ماحس المحبة ماحس الشموخ ماحس الرجال لكم زملاء نبلوستديو